ألمانيا مش نبتدي بألمانيا المنشفت طبعا ألمانيا عشان ألمانيا دائما وابدا مهما استظهرتها تظهر كبيرا هي ألمانيا زي زباري منخ والبطولة اللي فاتت لما الناس كلها بتقول إن ألمانيا هتاخد البطولة ظهرت بشكل بمنتهى السوق تلات من دول الأور أه فهي ألمانيا يعني إيه لو الناس كلها تشائمت منها أولية لنا مش هتقدم حالك وإيه سا ممكن تخش تاخد البطولة ده هاي ده هاي عندنا كريم ألمانيا ساعتاشر مشاركة حصلة على كاس العالم هي أول فريق يحصل على يعني التاني فريق بعد برازيل يحصل على عدد ألقاب كتيرة هو أربع كسبوا في أربعة وخمسين وأربعة وسبعين وسنة تسعين مصر كانت مشاركة فيها وطبعا ألفين واربعتاشر يعني المباراة اللي كانت شهيرة زعلت ميسي جامد يعني هجوين لما ضاع الكرة الأخيرانية دي قائمة ألمانيا بتاعت كاس العالم ده أقول الحراس عندنا منوال نوير طبعا وتيريش تيجن وكيفين تراب ومانوال نوير يعني حمد الله على سلامته واننا تمنى دايما ان الشفاء أو منشوفش أي حاجة واحشف في اللعيبة لكبار النجوم دول خط الدفاع عندنا كوتشوب ماتياس جينتر وجونتر وتيلو كيرير ولوكاس كولسترمان وديفيد راوم ديفيد راوم ده الباكليفت وانتوني روديجير اللي مصاب ولكن بتجهيز دلوقتي بعد الخطر الخباط على تدماغه دي بالزبط وعندنا نيكو سكولترباك ده برضو بيلعب مساك وعندنا نيكلا سول عندنا خط الوسط بقى هو الخط الوسط الجامد عندنا جوليان براندت وعندنا طبعا جوريتسكا وعندنا ماريو جوتسا صاحب الهدف الشهير في 2014 وعندنا جان دو جان طبعا وهافرتس وجوشوا كيمتش وفي الهجوم بقى انا 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 شايف ان قايمة كلها اصلا خط الوسط ومفيش في الهجوم غير واحد بس هو سنتر فيرويد يلعب اللي هو موكوكو فانقول جمال موسيالا وتوماس مولر كريم اديمي ونيكلاس فولكريتش وجنابري طبعا وهوفمان هوفمان هيلعب باكرايت بس هو محطوط انا في الهجوم وعندنا يوسوفم وكوكو ولروي طبعا السانية نعيب مشكلة المانيا ان انت يا كريم المانيا من بعد اعتزال مرسلاف كلوزا مفيش تارجة 8 مفيش رقم 9 ودائما كنت اقول ان الفاندوفسك ده لو اتولد جنسيته المانيا كانت ممكن ان المانيا تاخد كاس عام 3 مرات و4 الحلقة المفقودة دائما في منتخب المانيا واللي بقت مفقودة في بايرم يونيخ دلوقتي هي عدم وجود تارجة 8 ورقم 9 صريح فبالتالي الراجل الساعة بيزوق مين كان بيزوق هافردس اللي هو اصلا بيلعب وينج مش بيلعب فرود او توماس مولر توماس مولر كبر دوقتي في السن وباش قادر يعمل حتة دي قوي هي دي مشكلة ولكن عاوزين نتكلم على موكوكو عارفوا موكوكو لعيب موليد 2004 كريم انت بدخيل موليد 2004 عنده 17 سنة في شهر 11 هيتم 18 سنة الراجل عنده 17 سنة شارك السنة دي مع دورتونت في 14 مباراة سجل 6 اهداف وصنع 3 وده زي ما اتكلمنا على اللعيب بتاع هولندا ده اعتقد برضو هيبقى الخناقة السنة دي اللي موجودة وهما بيحاولوا دلوقتي يجددوا عقده علشان خاطر فيه هجوم كبير على دورتونت بسبب ان هما بيبيعوا اللعيبة أو اللي بتطلع طبعا زي هالند والناس دي كلها كوكو اصلا كنت لسا بتكلم النهار ده في الانترو على منتخم مصر للناشئين شي بشي يذكر يعني قلتك بقى اللعيب اللي عندها 17 سنة دي واللي عندها 16 سنة بتطلع ما بتصعدش ليه فرق؟ يعني احنا ما عندناش فريق اول يمعانده بسا اللعيب بيلعب 16 و 17 سنة يقولك لا ده لسا صغير اول يا كبيرا يلعب فريق اول ازاي هوا هدف اهو هدف في الدور الالماني هدف مع فريق منتخب المانيا منتخب المانيا فاللي هو بتجنن كريم احنا عندنا 22 سنة يقولك ناشئين 22 سنة يقولك لا ناشئ عنده اثنين وثلاثين سنة وثلاثين سنة وثلاثين وسنة Andy قد إنضج كريم أكبر نديم في مصر الزمالي له عنده لعيبة كتيرة جدا لعنده 22-22 سنة وثلاثين سنةיו وثلاثين سنة لو ما بده يخش ولو ما يكون في إصابات وكلام ده كله منشوف كل الإعلام لعيبة نشئين العيبة صغيرة يا جماعة 22-23 سنة انت عافوين التعانية 22-23 سيود وعجيوز ولله آخ Break Brig it باقي، لعيب كورا فلا في حاجات غريبة بصراحة نكمل الكلام عن ألمانيا هو طبعا بالأسف زي هولندا برضو كان ملحوظ سويا في أنه طلع أربع مرات وصيف ولكن هنتكلم عن المنتخب الألماني بشكل عام زي ما قلت لك كريم يا المشكلة دايما في الفروت ومشكلة دايما برضو في السنتر باك السنتر باك عند ألمانيا مفيش غير روديجير جنب روديجير بيلعب بالزبط بالزولة هو اللي تقريبا يلعب وممكن شلوتر بيك دا اللي أنا قلت لك عليه برضو ممكن يزقق عليهم هما الاثنين أصلا في دورتموند ولكن الاثنين لو لعبوا مواضي لوحدهم أزمة كبيرة جدا شوفنا آخر مباراة ألمانيا هما عمين أزمة أصلا في دورتموند أزمة وعمل ضرب الجزاء وكان أزمة كبيرة جدا فلازم روديجير يرجع معرفش برضو مدى الجهازية روديجيرية فدايما المشكلة عند ألمانيا في الخط الأمامي وفي الخط الدفاع عاوز برضو يا كريم أكلمك على برضو هوملز يعني فأنا هفتقد أقف نص الملعب مين؟ نص الملعب توني كروس هفتقده جدا أبرز غيابين ما اتخذوش منتخب ألمانيا هوملز مساك العلامي بس سوى 33 أو 33 سنة وما نضمش ولا مرة معانز فليك ولا مرة كريم نضم معانز فليك وطبعا توني كروس توني كروس يعني ناس كل سنة بقالهم 3 سنين خلاص دي آخر سنة لتوني كروس في العالم مدريد مش قادروا راجل راجل مبدع يلعب كريم بكارفاتة تحسوا لابس بدلة ونازل يلعب منتق ولا بيعرق شوفت فاكر جنو اللي جابه في كاس علامة اللي فاتت اللي فاول يعني مبدع طبعا عاوز أوريك التشكيلة اللي ممكن تكون الأبرز والأفضل لمنتخب ألمانيا لو معانا لو معانا ماشي لو مش معانا تشكيلة ألمانيا الأول نشوفها تشكيلة ألمانيا لو مش معانا مفيش أي مشاكل أنا قدر أقولك عليها يعني طبعا هيكون موجود مانوال نوير وزي ما قلنا هيكون روديجير وزولة على الشمال هيكون موجود راوم ده اللي بتاع ليبزيك أو زي ما أنا بقولك يا كريم دي ده أعتقد أن دي تشكيلة الأفضل هانزفليك طبعا هو المدير الفني الرائع لي بايرم يونيخ سابقا بس عاوز أولك كريم أنه بتهاجم كبير كتير جدا جدا من الإعلام الألماني هناك وعاوزين يمشوه عاوز أقولك أصلا بعد ما نقول تشكيلة أقولك على حاجة نوير عندنا حراسة المارمى روديجير طبعا وزي ما قلت لك يعي يلعب زولة يا شلوتربيك وراوم باكليفت وهوفمان باكرايت مع أنه هوفم أصلا بيلعب وينجرايت بس هو ما فيش بالزبط كده نص ملعب جندجان وكيميتش وموسيالة موسيالة اللي عامل أداء رائع وهو تقريبا أعلى لعيب قيمة السوقية في الفريق كله بحوالي 100 مليون وطبعا عندنا على الشمال سنة وعلى اليمين مولر وقدام هافرتز وهي دي المشكلة الكريم مفيش فروة صريحة في منتخب ألمانيا ولكن أعوزين نتكلم على حاجة في منتخب ألمانيا كرف بتاعه ما كريم بدأ ينزل من بعد ما كسبه كسة العالم يعني في 2016 راحوا سيمي فاينال في اليورو وخسروا ما عملوش أي حاجة في 2020 وضعوا من دور الستاشر ما عملوش أي حاجة دوري الأمم الأوروبية تلعب ثلاث مرات لحد النهاردة ولا مرة تأهلوا من دور المجموعات فالكرف بتاع ألمانيا نازل جدا بس الألمان ما تأمن لهمش في أي حاجة والألمان ممكن يعملوا أي حاجة علشان خاطر هم مكن فأنا بشوف بالضبط هو بايرم يونيخ زيهم زي ألمانيا ما تدوش الأمان وأعتقد أكيد ألمانيا تبقى منتخب كبير جدا